في مدينة مأرب حيث تئن الأرض من معاناة النازحين في المخيمات تنتشر مشاهد بيع المساعدات الغذائية المخصصة للنازحين في الأسواق فيما تقاسي ألاف الأسر في مخيمات النزوح من الجوع وانتشار سوء التغذية الحاد بين الأطفال والأمهات مشهد الناء يفضح خللا فادحا في توزيع المساعدات الإنسانية ويطرح العديد من التساؤلات حول معايير توزيع المساعدات الغذائية وعمليات المسح والرقابة والتقييم نحن لا نستطيع أن نسيطر على النازح أو أن نلزم النازح بقبول النوعية المقدمة من شركاء العمل الإنساني في الغذاء فقالت رب ما تكون النوعية رديئة وعراد النازح أن يستبدلها بنوعية أخرى وهذا حصلت حصلت هناك من بعض الشركاء العمل الإنساني المتدخلي في قطاع الأمن الغذائي على وجه الخصوص خاطبونا بهذا الخصوص فنحن قبل إعداد هذه المشاريع لم نشعر بمكترحات مثل هذه المشاريع لم نشعر بمكترحات مثل هذه المشاريع هناك بعض المواد التي تقدم من أسف الشركة من شركاء العمل الإنساني غير صارحة للإستخدام فيضطر النازح أن يأخذ بعض هذه الأشياء يبيعها ويشتري بدلها ثاني انتشار ظاهرة بيع المساعدات الغذائية المخصصة للنازحين في أسواق مدينة مارب ظاهرة تفقد المساعدات الإنسانية هدفها الأساسي في إنقاذ حياة المحتاجين وتشير إلى وجود خلل في توزيعها أكثر من كونها مؤشرا على اكتفاء النازحين فبينما تنتشر المساعدات الغذائية في الأسواق تعاني آلاف الأسار في مخيمات النزوح من الجوع الشديد نلاحظ عملية بيع بعض المساعدات في الأسواق لكن عندما تدخل إلى داخل المخيمات تجد أن هناك نقص كبير جدا في الاحتياجات بمعنى أن عملية التوزيع بالذات داخل المدينة غير طبيعية وكان يفترض أن عملية التوزيع دائما تكون في المخيمات وبالتحديد من مخيم إلى آخر بحيث لا تكون هناك منظمات تأتي منظماتين أو ثلاث وتوزع المساعدات في مخيم واحد هذه دائما المشكلة التي تقع فيها المنظمات وتصبح المساعدات أحيانا زائدة عند البعض وبالتالي يضطر البعض لبيعها خاصة أن بعض هذه المساعدات تأتي رديئة شاهدنا للغذاء العالمي عدد من المرات مساعدات رديئة طبعا وبالتالي لا يستخدموها النازحين في المنازل يضطروا إلى أنهم يبيعوها غياب المعايير الواضحة للتدخلات الإنسانية وتحديد الأولويات في توزيع المساعدات الإنسانية والوصول إلى مستحقها الفعليين أسهم كثيرا في انتشار بيع المساعدات الغذائية في الأسواق وحرمان الكثير من الأسر المحتجة والواقع خير دليلا على ذلك فملايين النازحين في المخيمات الواقعة في الصحراء يواجهون نقصا حادا في الغذاء والمياه وسوء الأوضاع الصحية دون منقذ فيما أقتصر عمل المنظمات الإنسانية على محيط مركز المدينة وبشكل عشوائي ظاهرة انتشار بيع المساعدات الغذائية في أسواق مدينة مارب لا توحي باكتفاء النازحين وعدم حاجتهم إليها وإنما توحي بوجود خللنا في معايير توزيع المساعدات الغذائية وتدفقها للنازحين وضعف رقابة الجهات الحكومية ودى المجيد اليمن اليوم محافظة مارب محافظة مارب محافظة مارب شكرا